إنا لله وإنا إليه راجعون توفي منذ قليل الفنان الكبير سمير غانم عن عمرنا هذا 84 عام وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية حيث عانى خللاً في وظائف الكلة ونقل على أسرها لغرفة العناية المركزة بأحدى مستشفيات المهندسين وتدهورت حالته الصحية في الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك وأعلن المزيع رامي ردوان خبر وفاة الفنان سمير غانم والد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم وفي أول تعليق له كتب رامي ردوان عبر حسابه الشخصي إنا لله وإنا إليه راجعون وداعا يا حبيبي الفنان الراحل سمير غانم من موليد 15 يناير عام 1937 تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ثم التقى بكل من جورج سيدهم وضيف أحمد وكونوا معا فرقة سلاسي أضواء المصرح الشهيرة وتوالت من بعدها أعماله الفنية وكان أصيب الفنان سمير غانم بفيروس كورونا إلا أن السبب الأساسي في الوفاة هو تدهور حالته بعد توقف وظائف الكلا رحمة الله على الفنان القدير سمير غانم وألهم أهله وزويه ومتابعيه وجمهوره الصبر والسلوان